موسيقى أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد اليمني موسيقى رغم الأزمات المستمرة يستقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك تحت وقع الحرب للمرة الثانية وفي ظل ظروف معيشية ضيقة حيث يستعد اليمنيون للعيد وهم يحلمون بوطن آمن مستقر هذه حالهم للسنة الثانية في أعياد شهر رمضان المبارك إذن ننتقل إلى مأرب حيث يستقبل المواطنون العيد هناك وسط ارتفاع للأسعار أدى إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين والذين يواجهون مناسبة العيد ويواجهون نزوح الكثير منهم بسبب القصف المستمر على منازلهم يتقاسم الأهالي وأمنية واحدة أن يحل الأمن والاستقرار على اليمن كله وأن يعيشوا العيد كما يعيشه الناس أريام عبدالله قدمت من العاصمة السعودية الرياض إلى مأرب لتشارك أهلها فرحة العيد أتخذي الإيازة معهم جيت من الرياض لديار تهلي لعيد معهم وأنبسط معهم وأفرح معهم في يوم العيد لكل من أهالي مارب أمانيه لكن أمنية واحدة يتقسمها الجميع وهي أن يتوقف عبث الميليشيات التي عكرت صفو العيد سمنى أن يكون هذا العيد عيد محبة وسلام وأمان إن شاء الله يجي العيد أحسن من هذا العيد الكثير من المواطنين أكدوا أنهم لم يستطيعوا شراء بعض متطلبات العيد الأساسية بسبب تردي الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية الإقبال على الأسواق ليست نتيجة الحرب والمشاكل مناغصات العيد كثيرة وفي كل بيت توجد قصة مؤلمة بسبب ما خلفته حروب الإنقلابيين على اليمنيين وتركت آثارها في نفوس الأهالي استبشر الناس خيرا في يوم العيد وكل أبنياتهم ودعائهم أن يوقف عبث الإنقلابيين حتى لا يعكر صفا عيدهم عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني مارب موسيقى 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 أيها الأخوة للحديث في موضوع حلقة الليلة من المشهد اليمني سرني أن يكون معي في سوديو البرنامج الأستاذ نجيب غلاب رئيس متداء الجزيرة العربية مرحبا بك معنا أستاذ نجيب موسيقى 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 الآن كيف هو شوف تحت سلطة الانقلاب كان هناك عيد قبل الله عيد الأضحى ثم يعني يمكن ثلاثة أو أربعة أعياد دينية مرت في ظل سيطرة الحكم الانقلابي الكهنوتي للحركة الحوثية لم يعد هناك نكهة لا للأعياد الدينية وللأعياد الوطنية في اليمن هناك حالة من الإحباط لدى اليمنيين لديهم إحساس بحصار شامل من قبل هذه الحركة أيضا فرضت عليهم أعياد أخرى خارج طبيعتهم وهي أعياد ذات طابع سياسي ويفرض هذا العيد أصبحت هي الأعياد الأصلية في اليمن أما الأعياد الأخرى لم يعود اليمنيين بشكل أو بآخر حتى الأعياد الوطنية وليس فقط الأعياد الدينية أصبحت نوع يتذكروا مثلا في الأعياد الوطنية يتذكروا الردة التي حصلت في هذه الأعياد كعيد 26 ستمبر وهذا الإنقلاب هو ثورة مضادة كاملة لثورة ستمبر هذا كان أعظم الأعياد الوطنية لم يعود اليمنيون يحتفلون به نفس الكلام في الأعياد الدينية الأعياد الدينية من كعيد الأضحى الآن هناك كثير من الشهداء كثير من الضحايا جبهات كثير فيها حروب مآسي حصلة أفتقدهم البيت صحيح لا يوجد بيت إلا وفيه مأساة الشيء الثاني الأزمة الاقتصادية هناك نهب منظم لمدخرات الناس عبر السوق السوداء خلال سنة ونصف تم انتصاص مدخرات الناس يعني مدخرات الناس وأصبح الناس فقط المبالغ المالية التي يتحصلون عليها فقط يعني الأكل والشرب يعني ارتفع نسبة عدد الفقر إلى حوالي 70-80% في اليمن عدد الجوعة ارتفع بشكل كامل وبالتالي العيد هو كأنه فقط لتذكر المآسي التي يعيشها أبناء اليمن هناك فرحة تبدو لدى الطفولة في اليمن الطفولة يتحدو يتحدو كل الأزمة فيه فيه أسر فعلا تحاول فعلا أن تصنع الفرحة أن تقفز على هذه المآسي و هذه الآلام وأن تخلق جو من أجواء العيد التي يحتاجها الأطفال تحتاجها الأسر التقريب أعكس لنا جانب من هذا فيه نوع من التسوق فيه محلات حقيقة يعني لا هناك مقاومة يعني للأمانة علشان نكون واضحين أنه فيه مقاومة من قبل الأسر واصبح فكرة الاحتفال بالعيد وكأنه تحدي لهذا الصلف الحوثي الموجود وتحدي أيضا لفكرة الحرب لكن كل الناس ينتظروا عيدهم الأكبر وهو التحرر وسقوط الإنقلاب ودحر يعني الحركة الحوثية لأنه هيمنت وسيطرت وفرضت رؤيتها حتى للعيد نفسها تحاول أن تفرض رؤيتها للعيد على الناس وتجبرهم للإحتفال بطريقتها سوى في العيادة الدينية أو العيادة الوطنية لكن الشعب اليمني للأمانة يعني يحاول أن يبحث عن السعادة يحاول أن يعيش الحياة ويتجاوز هذه المأساة في الريف أو في المدينة هل في ملمح تكيف مثلا أنه أصبح تكيف مع هذه السنة ونصفه لا أعتقد أنه في أو أنه يعني لا يوجد تكيف مع مسألة السيطرة الحركة الحوثية وفي رغبة في الحل السياسي والوصول إلى سلام وكانت مشاورة الكويت بداية وعطت أمل لليمني أنه ممكن يجي عيد الفترة الحالية بفرحة أكبر وستكون كثير من المشاكل قد حلت لكن يبدو أن الحركة الحوثية أشعلت الجبهات كلها قبل العيد والمقاومة والجيش الوطني أيضا يدافعوا عن أنفسهم وبالتالي كثير من الناس اليوم يعيدوا في المتارس كثير من الأسر يعني تنتظر أبناءها الموجودين في الجبهات سوى الموجودين مع الحركة الحوثية أو المقاومين والمناخضين لها حركة الحوثية هي فرضت حالة من الحزن والتعاسى على كل اليمنين أنا لا أفرق بين اللي معهم واللي ضدهم كل اليمنين اليوم يعيشوا المأساة هذا لكن سببها الرئيسي هي الحركة الحوثية ويعتبر عبد الملك الحوثي هو الأول والمجرم الأساس الذي قاد الإنقلاب وقاد اليمنين إلى هذا الوضع الذي نعيشه حديث مستمر السيد نجيب مستمر في نفس النقطة لكن دعنا ننتقل الآن إلى عبدان حيث تعيش المدينة تحت أيضا وطأة أزمات خانقة ألقت بظلالها بشكل واضح على أجواء العيد عدن لأن أهلها يصرون على أن عيد الفطر هذا العام بمثابة العيدين بالنسبة لهم في إشارة إلى تزامن العيد مع احتفالات الذكرى الأولى لتحرير المدينة من الانقلابيين إذ في مثل هذه الأيام من العام الماضي حققت عدد انتصار حاسما في معركتها مع الحوثيين وقوات المخلوع بما عرف بعملية السهم الذهبي التي انطلقت صبيحة السابع والعشرين من رمضان وانتهت خلال أيام بتطهير المدينة من فنولي الانقلاب سنة غير سنة ماضية سنة نحن كنا في بيوتنا وقعنا بيوتنا بسلام وأمان واستقبل هذا العيد هالسنادي بيكون أفضل بكثير إن شاء الله وبعد ذكر الأولى نصر عدن على الحوثة والعرفاش اللي احتلوا عدن بقوة لكن الحمد لله سنادي استطعنا أن نحتفل عيد يعني عدن السنادي غيز نستقبل هذا العيد بالفرحة وانتصار عدن ويعتبر هذا العيد هو عيد الفرحة وسعادة بيد أنه على الرغم من انتشار المظاهر الاحتفالية سواء بالعيد أو بالذكرى الأولى لتحرير المدينة إلا أن أزماك الكهرباء والمشتقات النفطية والانهيار الاقتصادي وغيرها ألقت بظلالها لتؤثر بشكل كبير على أجواء العيد فمعاناة الأهل واضحة للعيان وضيق ذات اليد وعدم القدرة على توفير متطلبات العيد ولو في أبسط صورها سمة سائدة هنا لا تخطئها العين عيد عدن إذن عيد فطر وانتصار لا يعكره سوى ظلام أزمات جرتها حرب تركت روحا غائرة لازل كثير منها لم يندم البعد لبرنامج المشهد اليمني صلاح بالغبر عدن أستاذ نجيب إذن أيضا الصورة تشبه الصورة حقيقة في مقرب أيضا في عدن الناس أيضا يحاولون فعلا أن يعيشوا العيد بإنسانيتهم بدوافعهم الدينية أيضا أن يمنحوا أبناءهم هذه الأجواء أن يعني يستغلوا هذه المناسبة ويستفيدوا منها في عادة الحياة للأسر للبيوت للحياة العامة لكن أسؤالهم لماذا اغتيال اليمن في أفراحه حتى في أفراحها الدينية أفراحها هذا عيد المسلمين في العالم كله يعني لماذا هؤلاء يصروا على اغتيال اليمن واغتيال الفرحة الدينية للأسر المجتمع اليمنية ليست للتحالف وليست للحكومة الشرعية هذا هو اليمنيون بيوت اليمن لماذا الإصرار على اغتيالها في هذه الناس يعني شوف طبيعة الحركة الحوثية هي قائمة على إذلال اليمنين وأهانتهم وكل اليمنين يعرفوا هذه المسألة ويدركوها ويعانوا منها لذلك تلقى أنه مثلا قبل العيد كان المفرض أنه يكون في تهديئة ودول التحالف وأيضا الجيش الوطني كانوا بعد انتهى مشاورة الكويت وضعت فكرة لفكرة استمرار التهديئة على الأقل فترة العيد لكن نجد أن الحوثية شعلتها في كل الجاهبهات وأطلقت صواريخ ومصرة على استمرارة الحرب والتحشيل يعني الحوثية تتعامل مع الحرب باعتبارها الهدف الأساسي والرئيسي وتعبع اليوم هناك اليوم تجنيد للأطفال وتعبئة للأطفال تحت سن العشر سنوات بدل أن يعيشوا العيد هم يعيشوا الآن للأجوال الحرب ظهرت صور كثيرة وجندوهم الآن وجندوهم ويلبسوهم زي عسكري وزي خاص بالأجهزة الأمنية ويتم تدريبهم في شوارع العاصمة في داخل الأرياف ويعتبروا هذه التعبئة وكأنها هي نوع من العيد يعني هناك اغتيال للطفولة اغتيال للفرح اغتيال لكينونية الإنسان اليمني طبعا هذه الجرائم التي تكترفها الحوثية حتى على مستوى احتفال الناس بعيادهم اليمنين كلها اليمنين يتابعوا هذه المسألة أصبحوا يحتفلوا بموت الشخص لم يتم الاحتفال بمقتل شخص في الأرياف أو في المدن كما حصل في عهد الحركة الحوثية يحول يوم الموت إلى يوم للفرحة والأهازيج وهي نوع من حالة نفسية مرضية هي النزعة الدموية المتجذرة الراسخة في نفوس هذه الحركة بدأت تنشرها داخل المجتمع فبدل أن يحتفلوا الناس بالحياة بالسعادة أن يغني الناس أصبحت أغانيهم هي نوع من الزوامل الداعية للحرب الأناشيد الداعية للحرب التعبئة الداعية للحرب اللقاءات كلها دائما دعوة إلى الحرب هناك نوع من الضخل تعبئة الناس داخل المجتمع اليمني ورغم هذه التعبئة إلا أن هناك ردة فعل رافضة لهذه المسألة وبالتالي تشوف أن الحركة الحوثية بدأت تنحصر داخل المجتمع تبدو كأنها جماعات ضيقة ومجرد أن تنكسر أنا متأكد أن الناس سيحتفلوا بشكل أو باخر في عمليات انتقامية مضادة ضد هذه الحركة مثلا في العيد أنت ستجد أنه في صنعة في شوارع صنعة هناك احتفالات يعني في الأسواق ستجد في حركة ستجد الطفولة حية وموجودة ومتحركة في الريف في المدينة هناك شراء لهدايا العيد لكن المشكلة أنه الرواتب يعني اليمنيين دائما يستلموا رواتبهم قبل العيد عادة ما يستلموا شهرين بحيث أنهم يتمكنوا من الإنفاق لكن لما تراقب اليوم شبكات التواصل الاجتماعي وتتواصل مع الناس تحس أنهم يحانوا من من عدم المادة كما أن الحركة الحوثية أوقفت أوقفت صرف الرواتب قبل العيد لا يوجد حكومة أوقفت رواتب قبل العيد كما حصل اليوم وأوقفوا الصرف الرواتب وأوقفوا البنوك حتى لمن يعملون معهم والبنوك حتى اللي يعملوا معهم هذا قتل للمناسبة يعني حتى لا يفكر هو قتل للمناسبة حتى اللي معهم لم يصرفوا لهم رواتب من أجل أن يحتفل الناس بهذا ويشتروا هدايا لا يريدوا هذا المظهر لا يريدوا مظهر للعيد يريدوا يريدوا يشوف اليمن تحول إلى يمن تعيس بمعنى الكلمة من يوم الإنقلاب إلى اليوم الحديث متصح سنتقل الآن نذهب إلى تعز أيضا حيث تعشت الحركة التجارية إلى حد ما وعادت الحياة للأسواق قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك بعودة الناس إلى مناطقهم رغم الحصار المفروض على المدينة ورغم القصف المدفعي المستمر والتحدي والإصرار الكبير حقيقة ومقاومة غير مسبوقة ضد عصابة تمرد الحوثي بأي حال عدت يا عيد عاد العيد على سكان تعز بفرحة مجروحة فرحة يحاصرها الخوف كما تحاصر المليشيات المدينة من دعام كامل العيد بيكون هذا السن إن شاء الله بيكون أحسن بسبب تقدم المقاومة وهدوء الأوضاع بل تسعى الأسواق التقارية يعني رجعت الحياة لك الحياة الطبيعية الأول الناس مرتفعة آمالهم لكن خوفهم من المجهول الذي قد يلون فرحة العيد بلون الدماء المسفوكة بقصف المليشيات كما حدث العام الماضي يعكر تلك الفرحة نودع رمضان ونستقبل العيد بفرحة وسرور رغم الألم رغم الحصار تعود الحياة وتنتعش الأسواق وكلهم أمل أن يعود العيد عليهم العام القادم ومدينتهم محررة فرح وخوف متناقضان لا يجتمعان إلا في تعز فرح بعيد قادم وخوف من قصف متوقع محمد الحذي في برنامج المشهد اليمني من مدينة تعز أستاذ نجيم معنا من عدن الآن معنا الأستاذ نور سريب ناشطة اجتماعية وسياسية أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة وحدثينا حقيقة كيف يعيش اليمنيون أيام العيد السلام عليكم وكل عام أنتم بخير أولا اسمحوا لي أن أهنئ أبناء الشعب القنوبي وأبناء مدينة عدن خاصة بذكرى الانتصار الأول لمدينة عدن وتحريرها من العدوان الميليشاوي لقوات المخلوع صالح والحوثيين عدن حاليا تعتبر بأحسن حالاتها بالنسبة للشعب يعني الذي عاشوا مرارة الحرب في الشهر الماضية يعتبر تحرير عدن قزء مهم وهو الركن الأساسي في فرحة هذا العيد العيد الثاني على تحرير عدن ولكن الدكرة الأولى لانتصارها نعيش في أقواء استثنائية فرحة العيد موجودة في كل مكان في مدينة عدن ولكن هناك بعض الضغوطات فالحرب مستمرة لا زالت ميليشيات الحوتي تحاول عكس هزيمتها بالضغط من خلال عرقلة بعض الأشياء في مدينة عدن والمناطق المحررة مثل العبث في الأمن ملف الأمن نعم سادة نور سادة نور يعني في الليالي الأخيرة من رمضان في الليالي الأخيرة من رمضان وليلة العيد يوم العيد اليمنيون كيف يتحركون في استعداداتهم للعيد في ممارستهم لمظاهر العيد يعني كيف شهدت هذا المشهد الكبير المشهد جميل جدا الشوارع في المناطق طبعا المحررة أنا أتحدث عنها الشوارع مزدحمة بالمرة المساقد عامرة بالمصلين الأسواق ممتلئة بالناس الباحثين عن الملابس القديدة والباحثين عن الأشياء القديدة استقبالا وتهيئا لهذا العيد فأقواء أقواء رمضان سعيدة وأقواء العيد والتحضير للعيد في كل مكان في المناطق المحررة أيضا نشعر بالفرحة في استقبال هذا العيد الكل ينتظر هذا العيد والكل مستعد لليلة أن تتم ليلة رمضان الأخيرة وأن نحضر بإذن الله للعيد وصلاة العيد أما نحن حزينين على مدينة تعز فهي الآن في عامها الثاني ولم تشهد أي عيد بالعكس الحرب مستمرة عندهم والقصف ولا توجد أي بسمة فنحن حزينين على أطفال تعز وعلى المدنيين في تعز ونتمنى لتعز أن تلتحق بكوكبة المدن القنوبية المحررة لتكون هي أيضا محررة فتعز الحالمة تستحق أن تشعر بما نشعر به الآن من سعادة العيد واستقبال فرحة العيد نعم السيد نجيب يعني نريد أيضا أن نمر بشكل سريع على العادات اليمنين في يوم العيد يعني في وقت السلم والآن التي هم الآن يحاولون من منطلق التحدي أن يمارسوها الآن في عيد أبرز العادات والتقاليد في العيد يعني عادة بعد الصلاة تحصل احتفالات الشعبية يعني فيها الرقص الشعبي في الأهازيج ما يتسمى بالزوامل أيضا في الأغاني أيضا إذا في أعراس يتم يعني عادة تكون أغلب الأعراس في يوم العيد فتحصل احتفالات متعددة وعادة يكون في فنانين وأيضا الزيارات الزيارات هذه تعتبر مسألة ضرورية وملعية زيارات كل الأقارب زيارات الأصدقاء ثم تحصل اللقاءات في بعد العصر عادة في عادات وتقاليد اليمن في المقيل اليمني وتحدث نوع من المقيل هذا مجلس مجلس للحي هو مجلس في الموراة أو عائلي أو كيف لا في الأغلب يكون للحي كامل أبناء القرية ممكن يجتمعوا في أكثر من مقيل أبناء الحي في المدينة يجتمعوا وبعد المقيل أحيانا في الليل إذا كان في أعراس تحصل احتفالات أيضا تقدم ما يسمى يعني عسب العيد هذا يكون مهم أيضا تتداول عسب ما هو عسب نوع من الحلويات والزبيب واللوز والكذا مساء المعينة تقدم أيضا الأطفال ينتشروا في كل مكان يسلموا على كل اللي يعرفونهم في الحي يعني تحصل نوع من التواصل الاجتماعي واللقاء ويحصل هدايا أيضا وأيضا الأطفال يعني يعني عادة الكبار يتعودوا على أن يعطوهم مبالغ مالية في هذا اليوم لكن وضع اليمنيين يعني نشوف للأمانة علشان نكون مصرين أيضا مسألة اللبس الجديد عادة يحتفل الأطفال بهذا اللبس يعني تجد بهجة كاملة في كل مكان في اليمن المشكلة يعني أنه المسألة يعني الفقر الذي أنتشهر وعدم وجود السيولة المالية لدى الناس هذا للأمانة يعني يشكل حالة من الحز لدى ذات الفقر وهم الفأل الواسعة داخل اليمن نعم نعم نتجه تقريبا من المكلة عاصمة محافظة حضر موت جنوب شرق اليمن تعيش أيام عيد الفطر المبارك بإقبال واسع المواطنين على الأسواق وشارع الاحتياجات من المواد الغذائية والاستهلاكية ويرى مواطنون أن هذا العيد سيكون مختلفا عن سابق في ظل سيطرة القوات الشرعية المدعومة بقوات التحالف العربي على المدينة بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة شوف التقرير هنا المكلة حيث تتب الحياة في كافة أرجائها ولا تعرف معنا للتوقف يتشهد أسواق المدينة إقبالا واسعا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والاستهلاكية استعدادا لعيد الفطر المبارك عيد يرى مغاطنون أنه مختلف عن سابقه في ظل سيطرة القوات الشرعية والتحالف على المدينة بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة نتمنى أن يكون عيد وناس يكون عيد وزعيد أن يخطف إن شاء الله عن العياد السابق في كثير من الأمور في الماضي في العيد السابق كانت هناك كثير من تحفظات في وجود الظلال القاعدة ولكن الآن أحمد الله الأمر اشتاف إنها في الحجز إن شاء الله بالرغم من المأساة والحزن الذي يخيم على المدينة عدد الأحداث الدامية التي شهدتها مؤخرا يمضي السكان والأمل يحذوهم بأن تنعم بلادهم بالأمن والسلام وبغد مشق كما يبدو عليه العيد أحمد بن عطية برنامج المشهد اليمني مكلة ساذا نور نحن معك الآن تابعنا التقرير كان من المكلة والمكلة أيضا تحتفل حقيقة بعودة الحكومة الشرعية وتطبيق النظام فيها أتسمعين يبدو أن صوتنا لم يصلها إذن أتحول لضيفي هنا في السيد ساذة نجيب أيضا كنا نتحدث أيضا المكلة أيضا تحاول أيضا أن تعيش العيد أيضا على رغم أنها بعيدة عن مراكز فعلا المواجهات الحربية شهادنا فلن اليمنيون يريدون نعم نعم شوفوا أبناء اليمن سيعيشوا هذا العيد يعني غصبا عن الميليشيات وتحدي لهذه الحرب سيعيشوا فرحتهم بهذا اليوم لأنه عيد ديني أولا أيضا يعني عيد يعني اليمنين متأودين لأنهم يحتفلوا بهذا العيد مهما كانت المآسي مهما كانت المشاكل سيفرحوا لكن بالأخير المأسى موجودة ومستمرة وكن على يقين كامل أن العيد الأكبر والأعظم الذي سيحتفل به اليمنيون أعظم من أي عيد هو سقوط الانقلاب وتجريمها هذا الكهنوت وهذا الكهنوت الذي تعتمد عليها الحركة الحوثية عبر تاريخ يعني الفترة الطويلة السنين مئات السنين وهو يعني يعني يدير حروب وأغلب مآسي اليمن في تاريخه في العصر الإسلامي كله بسبب الخلفية الكهنوتية للحركة الحوثية تم عادة إنتاجها في هذه الفترة من عبر هذه الحركة وبالتالي أنا أتصور أنه كل اليمنين بلا استثناء في كل مناطق اليمن حتى داخل صعدة احتفالهم الحقيقي وعيدهم الأكبر هو أن يتم إسقاط الانقلاب وتجريم هذه الحركة ومتجفيف منابعها لأنها هي سبب الحز والألم ولا عيد باليمن إلا إذا تم هذا يعني شوف هذه الحركة هي تحدي تحدي لوجود اليمنيين تحدي لطموحاتهم تحدي لفرحتهم تحدي لسعاداتهم يعني تشتغل بشكل هذه الحركة لم تنتج عبر تاريخها إلا الحروب والقتل والمآسي لم تدخل منطقة لحل فيها الخراب وبالتالي مسألة رحيل هذه الحركة وتشفيف منابع كهانوتها داخل اليمن أنا أعتقد أنه أعظم عيد في تاريخ اليمن وهذه المسألة قادمة اليمنين يدافعوا عن أنفسهم اليمنين يبحث شوفوا حين الشعب اليمني رغم الفقر والمآسي لكننا شعب نحب الحياة ونعيش الحياة بفرح رغم المآسي الموجودة لكن مأساة الحوثية مأساة هي أشبه بطعنة طعنة فيها سم وألم وبالتالي لن نحتفل إلا بنهايتها شكرا جزيلا لك كنت وقف برنامج كان ودي حقيقة أن أسمر هذا الحديث إن شاء الله يحتفل اليمنيون إن شاء الله قريبا بالعيد الكبير كما أشرت إليه إذن شكرا لضيفي في السديو والبرنامج في هذه الحلقة التي توافقوا موضوعاتها مع مناسبة العيد عيد الفطر السعيد كان معي هنا في السديو البرنامج الأستاذ نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية وكانت معنا أيضا من عدن الأستاذ نور سريب ناشطة اجتماعية وسياسية انضمت إلينا مؤخرا في الحلقة وشراكتنا مشاركة قصيرة نعتذر أن الصوت كان عايقا بيننا وبينها في آخر الحلقة شكرا لكم على طيب المتابعتكم وتحية لكم من فريق البرنامج وكل عام أنتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة